في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لاجتماعات البنك الأفريقي للتنمية بشارم الشيخ قال محافظ البنك المركزي حسن عبدالله أن الدول الأفريقية ليست بحاجة لقروض مرتفعة التكلفة مضيفا أن دول القارة تحتاج إلى الاستثمارات المباشرة والتمويل منخفض التكلفة وفيما يتعلق بمؤسسات التمويل الإقليمية والدولية فإنها قد يكون من المناسب أن تنظر تلك المؤسسات في اتباع نهج جديد لمساندة دولة القارة الأفريقية دول القارة الإفريقية بحيث لا ينحصل دورها في تقديم القروض ومتفرضه من أعباء متزايدة على أقصاد دول القارة وإنما العمل على زيادة تدفق قانواتها التمويلية تجاه تشجيع الاستثمارات في المشروعات البيئية والتنموية التي تعزز التنمية المستدامة ترجمة نانسي قنقر